اشتركوا في القناة وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ قال ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام هو سماكم مسلمين من قبل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد له غلام قال أشعرتم قال إنه قد ولد لي الليلة غلام وسميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء وقد تكلمنا عن هذا فيما سبقه لما مر إبراهيم عليه السلام بقومه وجدهم يعكفون على أصنام لهم فحاورهم وناقشهم هذه التماثل التي أنت ولا عاكم قال الله تعالى بعد ذلك أن إبراهيم قال لهم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ يعني لأفعلن مكيدة والمكيدة هي التخطيط في خفاء للإضرار بالخصم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد أن تولوا مدبرين بعد أن تتولوا وتتولوا وتغادروا هذا المكان بعد أن تولوا مدبرين قال الله فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا جاء إبراهيم عليه السلام بالسيف وحطم بالفأس وحطم هذه الأصنام بالفأس حطمها تحطيماً حتى وصل إلى أكبرها ثم ضرب الفأس فيه فالتصق الفأس به وتركه قيل إن إبراهيم عليه السلام تعب من تكسيرها وتحطيم هذه الحجارة فهذا الكبير كان يحتاج إلى جهد كبير وقيل إن إبراهيم عليه السلام تعمد أن يتركه لأجل أن يقول لقومه إذا جاهوا اسأله من الذي حطم الأصنام الصغارة التي حوله اسأله وشاهد هو موجود لما تم التحطيم وإبراهيم عليه السلام قال لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ولم يهتموا بتهديده لأنهم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنك لا تستطيع أن تصنع شيئاً يا إبراهيم ماذا ستصنع يعني ماذا ستصنع بأصنامنا وبالتالي كانوا يعني مهما تكلم إبراهيم عليه السلام لا يهتمون بما قال فذكر الله جل وعلا أنهم خرجوا وضعوا طعامهم عند هذه الأصنام لتباركها في زعمهم فأقبل إبراهيم عليه السلام فجعلهم جذاذاً جذاذاً حجاراً متناثرة إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون لعلهم يرجعون إلى هذا الكبير ليسألوه ما الذي حصل ما الذي حطم الأصنام لم يبق إلا أنت أنت سليماً فخبرنا لعلهم إليه يرجعون خرج إبراهيم عليه السلام رجع قومه من مهرجانهم من عيدهم الذي هم خارجون إليه رجعوا ليأخذوا الطعام وليأكلوه بعدما فيما يزعمون أنه باركته تلك الآلهة قال الله تعالى لعلهم إليه يرجعون قالوا لما رجع قومه قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فقال بعضهم الذين كانوا موجودين لما تحدثوا وتناقش معهم إبراهيم قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم في واحد شباب هكذا جاء يوماً وناقشنا وأنكر علينا عبادة الأصنام اسمه إبراهيم قال له إبراهيم قالوا قال لهم الكبراء بدوا يتكلمون قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشاهدون بأعينهم ويشهدون على أنه هو الظالم وهو المستحق للعقوبة لعلهم يشهدون جاء بإبراهيم عليه السلام حتى وقف بين أيديهم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم وإبراهيم عليه السلام زاده الله تعالى ثباتاً وقوة وإبراهيم من أكثر الأنبياء الذين ذكر الله تعالى في القرآن أنهم كانوا يستمدون دائماً القوة من رب العالمين فكان يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام يساعده ابنه إسماعيل وهو يضع حجراً على حجر يقول وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ لم يقل إبراهيم ها أنا أبني البيت الحرام وأنا الذي حطنت الأصنام في صغري فكيف أعبدها في كبري لا إبراهيم عليه السلام لما يقف أمام قومه وقد حطم أصنامهم وعندما يحاورهم لا يعتمد على قوته الذاتية وعلى ثباته الشخص وعلى قوة شبابه كلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هكذا كان حال الصحابة في معركة حنين كان عددهم كبيراً أكبر من عددهم في معركة بدر ومعركة أحد ومعركة الخندق وغيرها من المعارك فلم يقع في قلوبهم من اللجأ وطلب النصرة والقوة من الله كما كان يقع لما كانوا قليلاً الآن العدد كبير ومعنى عدة وعتاد وفتحنا مكة ومعنى أسلحة كفاية قال الله تعالى أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً انتبه لا يقع في قلبك أنك مستغن عن الله أو أنك لا تحتاج إلى إعانته وإلى إمداده إياك بالقوة كلا بل استشعر دائماً أنه لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على صنع شيء إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله دائماً استشعر هذا الشعور حتى يمدك الله تعالى بقوته وتوفيقه إبراهيم عليه السلام وهو فتى يقف أمام أقوام حانقين وغاضبين ومستشيطين غضباً ويرون الأصنام محطمه والفأس معلقاً يرون الفأس معلقاً في رأس هذا الكبير وفيهم رؤساء وعظماء وضخام الأجسام وهو فتى شاب يقف أمام كل هذه القوة ويناقش ويحاور بكل ثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء في معركة حنين قال الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله دائماً كرر لا حول ولا قوة إلا بالله دائماً أطلب العون من الله في حياتك في كل شأنك أشعر نفسك دائماً أنك لا غنى لك عن الله ماذا فعل قومه به نذكر ذلك في حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر